هاد سيدة جميلة ماما ماما الله يرحمها مربية الأجيال كانت أستاذة و وزاتني بزاف و كانت ديما في جنبي و ديما في كتافي و ديما معي و بقال دابة ديما معي و جبتها بيلة الاف بام شكرا الله يرحمها و كانت غا تكون فرحانة و كان شافت هذه الحلقة و كانت تتبع البرنامج كانت تتبع البرنامج كانت تقول لي نبغي نشوفك عند بيلة الله يرحمه و حضرات الانطلاقات ديالك طبيعة الحال من لي زاداك؟ شجعتني على أنني ندير المعهد و كانت تفرح فاش كي جيوني الأدوار مثلا و كتقلم عياليوسينا و كتعرف و كتعرف على يش كي هدار و كل شي و كتبع كتبع يعني كان الأعمال ديالي و اللي بقى فيها مش بقى فيها حديد دانو بنت الحراز تفرجات في النص ديالو و ما كملاتش النص مع السينسرات مع السينسرات و ما كملاتوش و هي مريضة و هي على فراش الموت كانت تقول لي ما تقول لها ماما تخرجي إن شاء الله من من الوبيطال و غادي تكملي و غادي تكمليه غادي تكون في اليوتيوب كانت تقول لي لا 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 نكملوش الله يرحمه كانت تقول لها ماما أنا راني باخير و و كان عرف كده باركة تشوفيني و كانشوفك الله يرحمه الله يرحمه و أكيد بي أنه هي فرحانة بك حيث هي ما يرحمه و بالخصوص أنه كما كان تتكلم لي على الأمر حتى ترافيخك في الفين و الحياة ريدا عبدالله كانت تسهمتك فأنه كارم راك كبر معه أه 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 كانت مسكينة كتت اسمعي هذا الجانب الأسري اللي قلت لك كانت مسكينة هالزمان تتقول لي ما يمكنش عندك عرض سيري يعني أخودي وقتك وخدمي هناك الصورة دي لك أسمى زال الشباب يعني أه 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 الله يرحمه